اهلا بكم في قناة مساء الاخبار واهلا بكل المتابعين والمشتركين واللي بيشوفونا دلوقتي من خلال هذا الفيديو النهاردة في حاجة مهمة جدا او مش النهاردة الفترة دي ملاحظين ان الدنيا فيها توتر كدير جدا خصوصا عند ناحية سوريا لبنان اليمن العراق في توترات كده حصلة كأن في بداية حرب مش حرب بمعنى العسكرية اللي احنا نعرفها لكن في حاجة غلط بتتدبر لنا هل هيبقى بعديها سلام ولا ايه اللي هيحصل ده اللي هنعرفه من خلال توقعات قالها ماكف غالي من فترة ولكن بدأت تتحقق على ارض الواقع حاليا واسمعوا الموضوع والتوقعات انها مهمة جدا جدا وتخص كل المنطقة العربية قبل ما نبدأ بفكركم سريعا ان انتو تشتركوا تفعلوا الجرس ولو عجبكم الفيديو اعملوا شير ولايك يلا بينا نشوف التوقع الحقيقة قال ان الحرب هتحصل حرب ولكن في حرب ما قبل الاخيرة يعني في حربين في حرب وفي حرب اللي قبل الاخيرة احنا حاليا عايشين في مرحلة الحرب ما قبل الاخيرة والكلام ده يحصل فين في لبنان والعالم العربي قريبة جدا وعلى قاب قوسين وستكون حرب نفسية صحية اجتماعية ثم عسكرية وستكون بعدها بقى هيحصل حرب وبعديها هيحصل السلام العام وده احنا عايشين فيه دلوقتي لو تاخدوا بالكم اللي بيحصل في لبنان وبيحصل في سوريا وفلسطين هيجي حد من مصر هيجي حد من المغرب هيجي حد مثلا من دولة اليمن او من سلطانة عمان او من معزيرة تاني يقول لي احنا اي علاقتنا باللي بيحصل هناك لا كلنا ماشيين في مركب واحد اللي بيتضر هنا بيتضر التاني كلنا مع بعض بنفس السياسة ولو احنا متحدناش مع بعض وحلنا المشاكل مع بعض المشاكل هتوصل لنا احنا اللي عادين في هدوء ومعندناش مشاكل هيبقى عندنا مشاكل وهو ده اللي بيقولوا مايك فغيل يبقى في حربين في حرب ما قبل الاخيرة وفي حرب وبعدها يحصل السلام العام احنا دلوقتي في الحرب التي قبل الاخيرة بيقول في قسم من العرب عمل تطبيع مع اسرائيل انتو حرين ولكن ما تدخلوش بقى في شؤون الدول التانية وما تضغطوش عليهم علشان يتطبعوا بالعافية بطريقة غير المباشرة بعد كده تتعلن مباشرة سيبوا الدول هي اللي تاخدوا القرار بنفسها ولكن عمتن هو بيقول كل الدول هتتطبع مع اسرائيل النهاردة او بكرة هيحصل ضغوطات على الدول تخليهم يضطروا لعمل تطبيع والانظار حول شمال لبنان ستكون اكثر واكثر من قبل واتمنى ان يكونوا جدين وان لا ينجروا نهائيا امام الاحداث الطائفية اللي هتحصل ضمن البيت الواحد وضمن الطائفة الواحدة لان المخطط ده احنا مش قدوا لو دخلنا فيه كلنا عارفين ان لبنان دخلت في حرب اهلية بسبب موضوع الطوايف فبيقول خدوا بالكم هم عايزين يجرون ناحية الحرب دي تاني فلازم ان نكون نصحين بنعشف المخطط ده تاني انظار العالم على مطار بيروت ومحيطه هذه المرة هيكون فيه ناس بتشمط هيكون فيه ناس بتبكي هيكون فيه ناس بتدعي نتمنى ان الموضوع يكون خير مرفق بيروت الى الوجهة قريب جدا من ناحية التحقيقات وامور اكبر واكبر هتبتدي توضح عن السابق وقال ان فيه بعض الرجال السياسة امام المحاكم والبعض الاخر يختار المنفى ومازلت على كلمتي وهذا العام سيكون عامل فصل لجميع الامور اللي بتتعلق بامن المواطن في لبنان والعالم العربي مش بس لبنان وفجأة بدون اي انظار هنسمع عن عامل عفو عام مشروط في لبنان وعفو عام في فلسطين المحتلة اللي هي اسرائيل وعفو عام كبير جدا والاول مرة في تاريخ سوريا واتمنى ان العالم يستفاد من هذا العفو ويرجع يقف على رجلهم بالنسبة للاردن بيقول لكل اهل الاردن انتوا دلوقتي امام مفترق طرق وانا قلت لكم ان تلتفوا حول ملك الاردن لتصلوا الى بر الامان وبقول كده لان بدأت انها اتقرب عليكم غيمة صودة تانية غير الاولانية الاولانية دي ولا حاجة عن اللي جاي للاردن واتمنى ان لا ارى رياض صودة او حدات في الاردن والانتباه واجب وحذر جبير يلف المنطقة لان الاردن بالنسبة لاسرائيل عاملة زي الشقة في الزور لان الملك الاردن هو المسؤول عن الاوقاف الفلسطينية لكل من يلمع بقى صورة الصهينة في العالم وبيخدموا وعايز اقول لك انك فاشل لان لما هيجي وقت التسوية انت اول واحدة تتباع واول واحدة تتحطى على حبل المشناء لسبب واحد يعني اللي بيخون بلده عشان خطر الكيان نفسه بيرجع يخونه لان اذا انت خنت بلدك هما هيأملو لك ازاي يعني عشان كده بيقول لهم اماك فغالي التفوا حول بلدكم وعالمكم افضل في لبنان والعالم العربي ازمة مع الدولار والكهرباء مش بس لبنان اللي بتعاني المشكلة دي في دول تانية عربية ولكن استقرار العملة في لبنان قدامه سنة ونص لغاية ما يتثبت سعره والحياة ترجع لطبيع ده اختيالات كبرى وخضات حول اكثر من رجل دين واحد رجال الدين فيه محاولة لاختياله هتهز العالم اجمع واتمنى ان لا يحدث الموضوع ده طبعا وبيقول يا ريت ننتبه كتير جدا من التجمعات او المظاهرات لاني شايف دم في احد المظاهرات والارهاب او يد الارهاب تمتد لها وهذا الحدث سنراه في عدة دول عربية منها اسمعوا بقى معايا عشان قالت يعني دول كتير لبنان سوريا الامارات السعودية الاردن فلسطين المحتلة ومصر تاني لبنان سوريا الامارات السعودية الاردن فلسطين المحتلة ومصر كمان في حاجة مهمة جدا ان العالم بيضغط بان لا يخرج اعلان صريح بان اسرائيل هي السبب في انفجار مرفق بيروت وان هيكون في عمل اخر اسرائيلي للأسف هيتم داخل لبنان وهنا هتكون الحرب اللي قبل الاخيرة وبعدها الحرب المرحلة الاخيرة او الحرب الاخيرة هتكون ان مجلس الامن هيطلب من لبنان ان هو ينسحب من شمال لبنان ويسيب خالص المنطقة دي ليهم اللي هيصوروا او هيطلعوا في شمال لبنان ولكن التسوية هتكون اكبر من بعبدة لساحة النجمة الى عدة مناطق في لبنان هيكون هناك فراغ واكثر من فراغ هندخل فيه ولكن في النهاية الامور هتنتهي على خير ولكن اهم شيء بانه لا طائفة تأثر على طائفة تانية والتروي في المواضيع وعن التطعيم او لقاح كورونا فمايك في غالي بيفضل اللقاح الروسي او سبوتنيك وانه افضل من جميع اللقاحات وبيقول انا لقصك في باقي اللقاحات دي كانت التوقعات مهمة جدا وخطيرة للغاية خصوصا انه شايف في دم في احد المظاهرات في سبع دول عربية اللي احنا قلناها وشايف كمان ان اسرائيل هتضرب ضربة تانية داخل الاراضي اللبنانية وانه فيه حربين عشان نشوف السلام العام اللي احنا نفسنا فيه هيحصل فيه حرب مقبل الاخيرة هتكون الاول في لبنان وفي المنطقة بتاعتنا احنا حاليا فيها دي اسمها الحرب النفسية او الاقتصادية والاجتماعية كلنا بنتحارب الحرب دي وفيه حربة عسكرية كمان لها الدربات اللي هي السريعة بيدربه ويرجع ويدربه ويرجع وبعدين هيحصل بقى حرب حقيقية دي المرحلة اللي جاية هتكون خصوصا في لبنان واسرائيل هيبقى فيه حرب جامدة وكبيرة وهيبقى عليها اتفاقيات وتسويات مش عادية وبعد كده الاخر حاجة السلام العام واعتقد ان بعد السلام العام اسرائيل تكون خسرت الحرب تماما وكل الاراضي اللي اخدتها ان كان من سوريا من الاردن من لبنان اي او فلسطين ذات نفسها كل الاراضي دي تتحرر وترجع لصحابها وهيكون فيه حاجة اسمها التسوية الكبرى هتكون عاملة ازاي الله اعلم ولكن هذا ما قاله مايك فغيل شكرا لكم وعلى وجودكم ما تنسوش تشتركوا في القناة تفعلوا الجرس وتقولونا رأيكم في الكلام اللي بيتقال لان كلام خطير جدا جدا على مستوى الدول العربية كمان اعمل لايك وشير للفيديو عشان يوصل لأكبر عدد ممكن من الناس شكرا واشوفكم بخير شكرا واشوفكم بخير